فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية والحاصل من هذا أن سكان البادية في الغالب يغلب عليهم الجفاء والكفر والنفاق فلذلك شرعت الهجرة من البادية إلى الحاضرة قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدودا ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرم ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع حليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم فالغالب على الأعراب القسمان الأولان في الآيتين الكريمتين الأعراب أشد كفرا ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرم هذا هو الغالب عليهم والقسم الثالث هذا قليل فيهم وهما أهل الصدق وأهل الإيمان ولكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يعمم الحكم وإنما عدله وحكمته سبحانه أنه لا يعمم الأحكام بل إنه يستثني منها من لا تنطبق عليه وهذا من عدله سبحانه وتعالى والحاصل أن التعرب فيه نوع نقص والأعراب فيه نوع نقص